اشتركوا في القناة العمل الانساني عمل اكتباعي ليس له حدود. وفقيا وراصيا. ومتد عبر الاجيال. ومتد لمدر خليفة. حتى الحيانات وحتى الديور فيهم انسانية. لان الانسانية لا تسع فقط البشر لكن تسع كل الخلق اللي ربنا خلقهم سبحانه وتعالى. لانهم إلا هؤمن أم ذلك. نبدأ العمل اننا بنا نفعل. لما بنا دماما نتكلم عن البوسنة يعني كنت انا قاعد مع اخونا يرسل بعوضي وشام العوضي بياعد نمي دماما يا ام. لابنة قطر الكافي اللي قتير. علمنا ازاي نقوم بالهب أو النفير. بعد كده بنعمله من موسم رمضان الاضحة يتحقق. هنا بقى الخضور عندنا. التقليد. التقليد ده بيتحكم في سخافة المجتمع. خاصة ان كانت الجمعية تعتمل على المجتمع واحد. يعني الجمعيات ذات المجتمع الواحد المانح. العمل التقليد فيها اكثر كثير من الجمعيات المتعددة في المصادر التومية. نكتنا باعتمد على مجتمع سعودي فقط. او مجتمع في الشرقية في السعودية فقط. او مجتمع فقط. او مجتمع فقط. او مجتمع قليل فقط. فاتلاقي التقليد اشد من جمعية اخرى. عندها مكاتب جمع مال من مصادر مختلفة. كل مصدر بسقاطة وفلسافة بسقاطية. ده ده حاجة. قد يكون هناك نحمر عندنا هنا اهوة. خرج الموضوع الاندخف المنظومة الدولية. وبدأ ياخد فلوس من مؤسسات دولية المنحة الكبرى. ودي خلت التقليدية تخف في منظوم الده الحمر اللي هو نخص مجموعة مع عائلة جدا من جمعيات مختلفة. اما الجمعية الوحادية التمويل فالتقليد فيها خطير خطير جدا. ليه? لانه هو بعقلية المانع. عقلية المانع يتحكم فيه بطريقة خطورة عندنا. لان احنا اخرجنا من العاطفية. ده كل واحد فينا المسجد المسيحي اي حد. ها? الى اننا اضمعنا الاخليزيين. اللي ارادنا ان اخرجنا مسلا لو طبت المسل. بس حيات محبش ارادت المسلم بالمؤسسة اللي بدي فيها عشان ما ايه? ما بقاش لانا بغاني عالتين مش حسب الاسم الاسم الاسسسة يا كله. اول ما بدأنا فيها بصنا بأوروبة لا. فرانسا بلجيكا هولندا المانيا سويد مرويك امريكا كندا. فكل جهة مانحة تعطيب جزء من ثقافتها فيصبح التقليد والعمل التقليدي اقل من عمل التقليدي اللي جاي من مصدر واحد من المانع. وده اللي بي ايه? بيؤثر على القضية السؤولية حالين? انه بيجي لهم اشياء مش عايزينها. مش عايزين ناخده بعد كده هو نفوت باكت. خلاص. يتباع الصندوق التعام ده بربعة تمام. داخل سويد. ايه مش عايزان. صماكت اخرى كزان. بيجي لهم العمل بعد ما نتطيب قد نصرمك ونعملوا جمعية. هنا بنتكلم على الملكية من يملك العمل الانساني? هل يملكوا الجمعية? هل يملكوا عدامة بس الدارة? هل يملكوا اللي هو الشيء معتمع? بعد الجمعية هنا هو اللي هو في حاجة في هنا هو واساسة. هل هنا وانا مش هل هنا. واساسة. الجمعية دي بنتكلم عليها بيتملكها عدامة بس الدارة. او جمعية العامية. بيكون الملكية دي الاعداء فقط. لو اردنا ان احنا نحول المؤسسة من جامعية يعني مؤسسة. مش 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 يا مسلا الشيخ عالي عنده متعسسة اسمها الشيخة كزا عندها متعسس خطع العيرة بكرة. مدرب الخاص لو كان فينا متعسسة تملكها ايه؟ المشايخ. دي مش مؤسسة. دي تعتبر صندوق. اما المؤسسة هي التي تملك الجمعية للمجتمع. بمعنى ان المجتمع هو الذي يعطيها ابناء وبنات. سواء في مجالس الدارة. سارك في المنظفين. سارك في المطوعين. سارك في المنحين. وهنا دي دي هنا اخطر اخطر القضية بتواجد عقلية الحوكمة للمؤسسة. احنا اصحاب القيام. احنا اصحاب التاريخ. احنا عندين مبدعين. ايه شخص ده? من اسمهم من البدريين. وانت من اهل اخر. وانت من اهل اليرموك. ما انت تحرمك مش تايت تحرمك. كل واحد فين يساء. كل واحد فين يساء. مش هيعدوا ساء. لان المجتمع بيتغير رأسيا وفقيا وفي كل انتجاهات كل يوم وكل الساعة ما اتهم مرات. ولن نستطيع احدنا كان مبدعا او كان مبدعا ان تتماشى او يتماشى مع التجارات المجتمعية كل اليوم وكل اللحظة وكل ساعة. فلذلك ان اردنا ان نخرج بالجمعية حولها الى مؤسسة فلا بد تكون ملكيا لمجتمع. فما اننا معنا وقعنا عن وظائف. انا عايز موظيفة في في الهدارة في عزو مجلس طالحات. الوقت احنا ببرطانيا اعضاء مجلس طالح بنعلن عنه في الجرايب. انا مسلا حستقينه احد الجمعيات اللي هي يسميها المنتدر خالي الاسلامي. وبنعلن عن رئيس مجلس طالح. هي المجتمعية وخدمكات. علامة في الجرايب. يقدم الناس. وتشوفوا السلة الذاتية بتاعته هل ينفع او هل ينفع او هل ينفعش. هنا انت بتحول الجمعية بالملكية ليه? ودموعها تغيرها الى الملكية مجتمعية زالت. فازالت لو مسلا اخت فام ستة شبن قلت بينات الاخرة. لأ المجتمع ماشي معها بالابناء وبناته مانو فكره وكل شيء. ويكف وراء. وبتيل جدا من الابناء المجتمع يكونوا حريصين على انهم يكونوا اعضاء مغزدة. يكون تشرف دي. ودي النعتبر ما هو اللي هو التحول الجمعية الى مؤسسة دي. هي دي العصة. او هي دي ده الوقت اللي نكشة على اليدات. عنق الزجاجة. عنق الزجاجة عن نحول الجمعية ونتنازع عن ملكياتنا نحن الى ان نحولها الامكاني تماما. الحرفية اللي هي ده كنت تحق في النص سنة هو مش مجرد واحد. انا مسلا انا رجالك لبس ايه? لبس جميلة. انا حرف. خلاص? انا هلعك. لبس هميز. انا ايه. قابلكم شو معرفت انا حرفية. الحرفية اداة. الحرفية حب. الحرفية زام. الحرفية قيم. الحرفية الانتال. الحرفية معرفة. الحرفية ايمان. الحرفية مش فقط كتبة انا درسناها ونجينا ايه? نجربها علينا. الحرفية كل هذا وزيادة كمانا. اهم شيف الحرفية لك نحب العمل. نحب العمل. طب تخطئ عشان نتعلم. الحرفية مش مجرد ناخد شهادة من اوبسفورد والجيمبريج ولا بريطانيا ولا امليكا وجهزة وانو قدلنا انا خلاص من وقت شهادة هتفتتك لباب لا. هلفيه ايمان. ايمان بالسلط المجتمع. مش فقط لسلط المؤسسة. ابدا. ما المؤسسة اللي هي دولة من المجتمع. انا مؤمن بالمجتمع قبل ايمان بالمؤسسة. قبل ان اومن بالمجتمع. انا اومن بالقضية بتاعة المجتمع. والحرفية ايمان متعدل ايه? انت بقاعة راسية موافقية. ده يبدأ يعني ايه قدرية. اه? قدرية. قدرية. متعدل متشارك. فتخيل ايمان نحنا تنكيباته معقدة. اني هذا الامان المعقد داخل الانسان نفسه هو جزء من الحرفية. مش هتيجي حرفية من غير ايمان. مش حاجة لك انا حقا عليك بكلمتين فرنسا وانجليزي والماني وكذا 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 واعمل لك الالاااااااا واستنبهه. صاحقة نعم? انه اخطر نت بجور نت. استرهابون. واي? من ايه? ايه? اه? واجئ بصحة عظيمة. الاسترهاب ده. اللي بيخلي الشخص يوضي مثلا على اللي هو الالوان المختلفة كده. ياه! لا مش حاليا. قدرني مش حاليا انا افتح تاني. اعبار والله تعمل. ده بالنسبة للفرق ما بين العفوية هيدا او العاطفية وانها زي نقول الحرفيين. الحرفية هي معقدة للتركيب وكل المنظومة الفكرية للشخص نفسي. من ايمان. انا بحب العمل. انا بحب العمل وحاول اشتغل اتو عشر ساعة. حتى ولو كان الراتب دائما بيكفيش. انا بحب العمل لانه عندي رسالة. انا بحب العمل لاندي عندي عندي رؤية في هذا العمل. انا بحب العمل اللي عايز رحلي. والحب بيؤدي لفضحية. والحب بيانبع بالانيمان. ما تيه هي رفاية انا نتكلم عنه. رفاية مش نظهر. مش هاده. ولذلك احنا عايزين يا اخ عبابة مع دكتور محمد. انا 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 اتكلم النهاردة في غيابة دكتور محمد هو استاذي. اللي علمني كيف واتوضعه. ثم علمني كيف هتا اه اتحدث. اه ثم علمني كيف اه 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 اتحدث. اه ثم علمني كيف اه اوضع. لو ليه بتبكينا? عبد نحيم محمد صباح ده يا رحيم محمد كان يغني علينا قلنا. قوم قلسوك مين تاني يا عام? بالفاكر للعصر القديم. للألفية القادم اللي فاتح. واني جيب لك الانسي عارم المنبا خنام عبد الهاتف. ثم نتكلم الحرفية طبعضها. طبعا يا شباب? الحرفية. الحرفية مظهر. علمونا سيدنا علي. لما نذهب نختلف بالفقراء لابد ان نراعي ماذا نلبس. حتى ما ما منظرنا ده في اللبس احنا لابدنا ده ما نجرحش الفقير. يكون يا لبسي معين نزم فيه نلبس فيه من البخارات. الحرفية معايشة. تخش الخيمة دعوة. اسمع الأطفال هم بالعجل. الاختر ما تخش دي كده. يخلي أطفال يتنططوا على حاج لها. ونقدموها. تفتح عربها ديها. الحرفية لو حدونا معانا وصاعدمش لها مش عايدة. انا عددت في اهمة ايه? دي حرفية. انها رسالة. انها مهمة. ها? شوفوا دي الحرفية ان احنا نتكلم معانا يا اخوان. الحرفين بتخليك بينا. ما تنامش. ما تنامش. هل رسول ما كان حرفي? ماذا كان فيه كنبة بتاعدي الاول بس نسيت لانها انفعالت ها. انا بس محير شخص عكام يا عمدي. انا اعتزل بيها. الحرفية شخصية للشخص نفسه. ها? افضل. انا مساء. كنت رسول حياتي تقولين? القرآن. ان نعيش في جده في القرآن. انا إيماني بالمسالة الإنسانية للإسلامية اللي هي محورها قلام الله سبحانه وتعالى فالطرعان بالنسبة لي يزيد سوئتي ينير بصيرتي ينقل سريرتي يعلي همتي يقوي عازمتي يرفع قامتي يزيد محبتي يسعد مجلتي يمنحني جنتي يرزقني سوئتي في الجنة إن شاء الله ها ويهديني نظر أن يرام الله أصمار فعلا وينظر إلى أن الله أصمار لك كنت أني حرفية أوعى نتنازل عن شخصياتنا القيامية لابنهم بيها عشان يبني حرفيين أبدا أبدا همتكلم عنه أنا بأمم بيه أنا بحبكم والله أنا بحبكم أنا تتمعين البجاء لسنبالها مع الشباب من تالت مرة تالت مرة من لو مرخز يبقى للنسانية آآ دخلت عليهم وأنتم أنا بحبكم إنهم الساعة سبعة ونصف أو الساعة سبعة بساعة ساعة كاملة ستة ونصف يعني أسئلة ساعة ساعة ستة وعايزين يعودوا وعادنا ساعتين بالكاملة أسئلة هروني فيهم يعني أسئلة سعبة لكن كمية الحب اللي هم هدعوا على الطاورة فقط كمية الحب التي جعلتني أذهب إليتي الحرفية لكن بسيها بلوز إلي الإستاذي تعالي في الصلاة للشباب الإنسان يالتخربوا وإننا هتخربوا لهم لكن لو أنا لقيت ربي سبحانه وتعالى بعلمي ما هتعلمته ما موصلتوش للناس سوا حسب عليهم ده مش حرفيه مش حرفيه أبدا ليه لأن أنا بيكون فهمي وفي قلبي وفي فكري وفي ذكري هذه الأرمارة وهذا اليتيم وهذا اللاجم وهذه اللاجئة وهذا المريض وهذا الشيخ ده الحرفية الحقيقية أننا أعيش آلام المحتاج وحقق آمال المحتاج يعرفينه وده اللي هو الحرفية الإنسانية الإسلامية نحن نعتسل بيها ونفتخذ بيها نعلمها الأولاد ونجعلها تغير مناخ العامة لإنسان الدولي لابد دي كلنا رسالة يا أخي عبداني رسالة رسالة تسعى للبشرية بها من خلال إيماننا الإنساني بدينا ومجتمعنا وقلعلكم ما فيها رؤية 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 خير وسعادة ورؤية أمل ورؤية بناء سلام ورؤية بناء مجتمعات في المجتمعات بلؤية الدشارة نشوف سوريا فيها ايه نشوف يامن فيها ايه نشوف ابغانستان فيها ايه نشوف رجيبور حصل فيهم ايه نشوف رونهنجة حصل فيهم ايه نشوف ربق فيه كين سالتنا الحرفية عناق عناق في بناء فكر مجتمع الجديد يستطيع أن يجمع يجمع شراز من مجتمعات مجتمع السوري الجديد ما أصبحت السوريا أصبحت كتل كتل بشرية كل كتلة فيها لا يتخاف مختلفة ما أصبحش السوريا اللي احنا قلناها عنها ما أصبحش السوريا العربية ما أصبحش السوريا اللي كانت كذا وكذا وحتى اليمن كل هذه كتل البشرية سيصبح علينا بناء مجتمعهم مرة اخرى بعين حرفياتي من خلال ايماني. كيف ابني المجتمع السوري مرة اخرى. دي حلافية. حلافية في قلب. حلافية في بصري. حلافية في حرب. حلافية في دين. حلافية في كل دقاتها من اقرب الدم اللي تنشف ايه? في روحي. حلافية في روحي. في الروحي. قبل النقص مع الله تعالى. ها? سعيدة. سعيدة بك. يا اخوة عبدالله سعيدة بك يا اخوة انه مش عارف محمد ولا امهات كلكم. امهات كلكم. امهات كلكم. امهات البنين. امهات الرجال. الحلافية فان انا اخلي الاختي دور محوري. وبناء المجتمع. لما كانت السيدة خاتيجة فلدلوا عنها دور قوي. فان كانت هنا عنود الفقر الى الرسول صلى الله عليه وسلم من اول يوم في الضحة. دي حلافية. نصف المجتمع. امي. اختي. وبنتي. وغفتي. وذوقتي. دولي انتون. انا لما ستا بتذكر امي. كان بتقول دي يا ابني. خلط الفقر. ما تخلطش العبنية. لما تخلط الفقر. حتدق. حترضى بحياتك. مش هتنقب على حياتك. هتحس انت احسن منك. لكن لما تخلط العبنية تنقب على حياتك. لعندهم مش عندك. اللي يقولوه دي يا ابن الفيوس. يعني نتكلم عن دور الاخت ودور الام. ده جزء بالحياتية بتاعتنا. ايه اللي غلقتنا? ايه اللي عملتنا? ايه اللي رابتنا? ايه اللي كبرتنا? ايه اللي علمتنا? العلم مش فقط في المدرسة. العلم جين يأتي من حب الام. حب الاب بالاب بالاب بالبنة. عاطفة. ايه حدف ايه? انا مش عايزيني. مش عايزيني نحرف الحرفية بالقلب والمصدار? الحرفية حياة. الحرفية روح لان تم يقولوها. تجدد بها امان الهديار. تجدد بها المشاعر. تجدد بها الافاق. الرؤى. تجدد بها الافاق. اشتركوا في القناة يا ابو عبدالله تعبنا الحب اللي عندي هو اللي بغينا نفعله لان حبكم نية يعني خل روحي تعلم عن مستوى العقيقي ولولا حب الله لي لقدنا جميعين مجتمعنا على دكر الله كل يوم جلسة من جلسة دكر الله في حب الله من خلال خدمة المقرر والخدمة هو ان شاء الله انا مستعد من اي سؤال مش عايز تسئيل اه ابدأ السودان ابدأ التنين العظيم انت ابنة مصر شكرا للمشاهدة 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 يعني أتمنى أنه لا يتصل للدور الجمعيان ولا يتصل للمساعدة بقدر ما يدمرين ومحتاجين بطول لأنه نربي الأجار وأطفالنا على ما العمل الإنساني يعني شوية كلمة الساعة واتصل لشوية يعني وده طبعا يعني يساعد لكل مشاكل كثيرة جدا يعني وفي الأساس الموضوع هذا يعتبر التربية يعني أتمنى أنه يصبح وعلا ومحتاجين من المعلومات أنا محطيك معنومات الصراحة يعني انتظري أنا أتحدث بأني أحمد الدارة أهم ما حاجة بتربية الدفت الأم والأرض أهم ما حاجة بتربية الدفت الأسرة هل الزوج ممكن دفته تستطيع انها تبني معها تنزاك احنا قلنا الزواج هي عملية منها. صح? دي ابني ايه? دي ابني بيت ولا ابني اصلا. دي بتعتبر اهم ركيزة في مجتمع. هل الزوك? دي احترم زفر. هل الزوك بتحترم زفر? دي ان احنا نتكلم عليه عشان يطلع التفن تتكلم عليه يا حضرتها. وسط البوتقة دي او وسط المؤسسة المجتمعية دي ممكن. مش هماتك نتكلم بتاعنا بكمبيوتر. مش هماتك نتكلم بتاعنا بديليفون. مش هماتك نتكلم بتاعنا بعربية. هماتك نتكلم بتاعنا بحبنا ليه? اننا تنرشده. اول شيء تربية التفنة ابويا وامي. دي ابني اما كلمت عن ام دي وقتها ربنا الله عليها. وكلمت عن ابويا ومكلمش عن ابويا. بس انا بكلم عن مين دي لرباني. يخلي الشخص يحب الفقيل. يحب الناس. يحب كده. الام هي نفسها. ونبدأ اول خطوة قبل ما يجيب الضفر ده ليك يا ابو عبدالله هنا. يكون هو شارك العملية دي حتى لو كانت اموان كتيرة. احاس انه ليه او حاس البنت هتلاقي دي هدف في الحياة. احبار فيها معايشة كذلك. انا لما اجيبهم هتون في الصحرة. لما اجيبهم هتون مع الفورة. اجيبهم اعيشهم معايشة. المعايشة هي ان انا ننسى ان الدنيا فيها الشيء. والاخذة فيها الشيء مختلف. فما بين التربية في البيت. والمنهم في المدرسة. التطوع مش فصحة. التطوع مش رحتها. التطوع مش صورة. التطوع مش مقط برنابل. التطوع ان مسؤول عن التطوع في المدرسة للاطفال ده هو مؤمن بيه او هي مؤمنة بيها. التطوع مش كده ابت. يعني يعني فجرطانيا وفي كل الدور الغرب. التطوع ده جزء من من السيرة الذاتية بتاعتك لما تخش تخلص الجامعة بتخليه يقبلك في الوظيفة دي او في الوظيفة دي. يعني انت عملتو انت بسانوي. عملتو انت في جامعة. عملتو بعد الجامعة الى اخيرة. واصبح التطوع والجزء من ثقافة حياة الطفل منذ ان كان صغيرة. طب تكلم عنه? مهم جدا. بس انا لما اجيب مثلا في الهلال لحمة. مسؤولي التطوع. يا جيش يقول انا باشتغل من ساعة خمسة. انا هزابط الاسي في بتاعتي كله وحزابط جوب تسكريبشان ده هو الوظيفة. علشان هو سحب رسالة. هو اهم واحد يمكن قد يكون يا اخي ابو عبدالله. انا رأسي شوية افسير للكيبه دي. اهم منك انت شخصين. هو ده اللي بتضع لك الجيل. وانت عايز من يديه في الناس اللي هي رقوسة. رقوس المستقبل. تحمل الدولة وتحمل الوطن وتحمل المجتمع وتحمل هم الانسانية كلها. ما جيبش اي حد يقول في مسؤولنا دي للتطوع. صارك في المدرسة في داية او في الاعدادة او في السنة او في الجمعية. يعني انتم من احزكم في المجتمع الدولي انكم مختلطين بالعائلة الهداد احمر والصريب الاعمى. وده بيخلي تناور السقافية عندكم كبير جدا عن حي جمعية تانية. هنا او في اي مكان في العالم. لكن احنا باقي لابد ان احنا نجيب الاشخاص المنطقية مربين. للاطفال والشباب. محببين. مش بس مربين. محببين لهم. هذا العمل اه عدة ثانية. اذا كان لحظة فضل. انت مثلا كان بكتير وليل اغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وخير على هذه المحاضرة الرائعة. تعود على عامتي بك الى فمسة عشر عاما مضط. فقط. اشتركوا في القناة. حى جاء الله. الآن سوفكون ثانية. سوف أقول اي اشترك. ايضا ان تسألك عن تنجربتك في البقرة. العمل تلقاثي. تحديداً تعرض إلى مجموعاً من الأنغام الكبير المستثرة في وأنتم استطعتم أن تتفادوها هل يمكن أن تحدثنا عن هذه التجربة بالذهاب؟ البسألة الأخرى لماذا كمية المال الموجودة في العالم العربي لأن كل الجمعيات من المحيط الأخرى تعتبر سكة مقابل أو مقارنة مع ما هو موجود في الولايات المتحدة الأبريكية أو في سويسا مثلاً لواحدة خليل بس الجامعة سألها أولاني وبعد سألها سألها بتاعسي سألها خير نسألها عنافق نسألها عنافق للمحاضرات للمحاضرات لمحاضرات إحنا تعلمنا من الصفر محدش يقول لك إنها كنت تبقى مرحلة فيها أو معني أو أمي ولدتي كده بس لا لما بدأنا بدأنا من الصفر تحت الصفر لأنا شخصياً كانت ليه أخطاء كانت هتقفل التغلق المؤسسة للغلاف تاني فأوعد ابتكي اللغاق قدما بدأ ما أخطاقش أو مبدع كده وعمل نفسه ومش عارف الصورة كده كله كل ده فانكوش أنا أخطاء تبتل بنتك وتعلمت من الأخطاء بس المهم أنا بتخطئ تعلم من الأخطاء العمل الإنساني الإسلامي في الغرب مر بكذا مرحلة مرحلة اللي مستاح في ظل قياد الإسلامي المهمية وفي ظل اللي هو الحرب على أبرانستان وقتدليل معسكر الشربي فورزته كتير جداً من المؤسسات في خلط الأوراق أنا كانت تبني ربيعه يعني مثلاً كان يجي يجمع تبرعات من أوروبا وأمريكا أنا بقول له على الأوراق مين كانت بديه التقشيرة السفرات الأوروبية والأمريكية أنا بجمعها خوص بالسلاح ولو أي سجد من الدولة الغربية هي كامل معايح أنا بحضر مين مين تدددوا التأشبات المجاهدين في فرنسا وبالجيكا وهولندا وأمريكا يجمعوا سفلها وبعد ما كده بحسبتوهم بقى جمددوا بالسياسية وسمتوا بالرهابيين الفترة اللي تغيرت لخل المؤسسة تخرج من العنق الزبابة دي إن إحنا ما خلط نشخة أوراق ومفتحنا قبل القصة قبل الثانية يعني بقى اللي احدى المؤسسة تحدهم متحدة وكذا وكذا وحاولنا إننا نهزم على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من ثانيات ها؟ وخدناها في الفين واحد ستمبر افين واحد أخذ ستمبر افين واحد فالفكر اللي كان عندي الشباب اللي عادتين هناك إن إحنا نفتح عن الجمعات زي بك المكانة معي التقليدية هنا وهو بلد كده عالمية كل واحد جاء بس كفتة فلذلك المفتاح على المؤسسة تفيدة جاء بلاء من التسعينية ولكن لجاءت الفين واحد كنا نحن جاهزين بدرجة إننا كده عمل فيديو ترد آية ده على الفيسبوك من يمين إن إحنا في الحمام أقول لها الآية دي واللي يعجبه 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 محمام ثلاثة أنا من حمام نبقى واحد وإيه دي من حمام نبقى الاتنين حمام يعجبه كنا قيدناك بوا يعني من ماما وهو أحمد موزنى فإيه دي يعني موديل إعلام قد خلاص بنا نوابت راسم يبقى زي المعام يقول لا يوجد بعد هتاشرة ستمبر تغيبوا نوابت راسم لأنه جزء من المجتمع الإنساني فهم يحسن ويحسن لنا وغيرنا لأننا نذهب للإعلام كي ندافع عن العمل الإنساني والعمل الإنساني بس قبل ما نروح إليك عملنا حكاة مش كده من العاطفية لا قلنا لابد نتدرب زي نقبل الكاميرا ويوم واحد دفعنا فتالتات ماربخصات من رسكي يوم واحدة دفعنا لابد يكوننا متحدث راسمي واحد مش كوني بنهبه دفع في أمريكا وفرنسا بدي يجا يتكلم واي اي مواجهة العالمية يتكلم في اي كتب العالم يرجع نتحدث الاسم ودابد اننا نواجه كل مؤسسة إعلامية ودو سيء اننا عمل الإنساني ألفين واتنين كان سين لاننا عمل برنامج عن ايه؟ عن عمل مؤسسة فين؟ بغزل وده اللي انت بتتكلم عليه لابد تعرف لابد تعرف الخريطة السياسية والاجتماعية والأمنية والاستخباراتية والاقتصادية المحيطة بيك لانا بتغير كل يوم ولكن ما تيت تعين اي حد تعينه على الدراية مش على عاطفين مش على عاطفين في مشكلة جدا جدا عندنا في تعيين المواصفين خاصة في الميدان مش لقينا حد انه ودين انا احنا مربيش لوحدة بلدتنا مربي هنطلع على الياب تستطيع انها تغير المناح احنا على تخدينا يا اخي الفاطل ليسة في صناعة الالجال والنساء طبعا ملا؟ لكن في تغيير المناخ الانساني الدولي مش في حاجة اسمها بلوقتي عم نعنيها متمرار احنا عاديين بقى ايه؟ نعمل لعمل الانساني في العالم كله ياخد سنين لكن لابد نبدأ فيه في سؤال تاني ولا خلاص السؤال السؤال تاني متعلق السؤال ايضا وقررتك ما هو وجود في الغرب. اين المشكلة وما هو الحال? المشكلة مش مشكلة البعض. مشكلة مشكلة فهم لك انت او فهمي انا ايه هو عامل انساني. يعني انت بتتكلم مع دولة اللي هيب الخاني. فيها مية تمامية ستين الف جماعية خيرية. دخلهم السامي اربعة وفرعين بليار جنيس تبليل. يعني ربط مية بليار دولار. ده بس للشعب. لغير مؤسسات انت غير ربحية للمسجدة. غير مبادرات غير غير غير. نتتكلم عن اكتر من مية وعشرين مية كثير بليار دولار. سنوية. طبا. ليه لا? ان المجتمع شعر ان في دور قوي جدا للمجتمع المدني. همكنه. همكنه بتسجيل كل هزيه الكامعيات. ونشاهدتكم مش ان هو المفوضية المراقبة بتاتي الكامعيات. بقى لها مية حمسين سنة. كمؤسسة مش موجودة في رب. سيارة ولا موجودة في امريكا. الوحيدة موجودة بلغطاني. بقى لك. اما ديك لانه اللي حاجة زيك دوة. لان الحكومة نفسها او الدولة نفسها دولة للمؤسسات دولة تؤمن قدور فرد وتؤمن قدور مؤسسات المجتمع المدني. فلزالة بتمكنها. لو احنا مكننا مؤسساتنا هتضعف الاموال فيه. هتضعف العطارات فيه. هتضعف الابداعات فيه. عدة من عندنا رموز والقادة يستطيع انهم يغيروا ثقافة مناخ العمل الانساني في العالم. هو التمكين. لما انا جيب ابني في البيت وقول لي اما يدروب على القفاة. انت حماظ. انت مسهمش. انت بهيب. هايتنا يقول ايه? اما هيشفز من البيت? او هيطلع بيتنا. شايفة حقوقه بعد صح? احنا شخصيا من رب بولدنا مقدر بعدها من الاخر. العصايا فيه الابنت اللي قلت الردر هنأتي لها. اولوها دونت نفس الردر نأتيوهش. سخافة غلط. لانيها دعوة بالقيم الدينية والاخناف الدينية الاخر الاخر الاخرات. الابوة والقمومة هي بتجعل النا. يعني التي مين احنا بنفسر الاسلام تفسير يعني اه مزالي. ان مين اللي هتطلع لو انا مش ممكنتش ابني في البيت واستمعت له وخليته يقول كلامه يغلق قداده وساعده. مش حمادك اي وقت الجمعية التحت. اه? وليس المجتمع بتاعي. فالعمالية مش كزا زي الاخر ما كانت تتكلم بابنة فمهير لي. بكل الحشاء تقول له منظرهم متكاملة مع بعض. واضحة? باي. فضل. طب انا هم يدير? انا كدير بقى مستش كده. انا هنقول له ب骂ه. بخل 소 ذايته. انا نفوا عليه. بسم الله الرحيم. بزرعها بسم الله الرحيم. بزرعها راح. انه. انه قدوا يونتم معين بين غروهان. انا نتحول. سيدك عمل خليلة الاقترافية. وهي اشتغل ده براكتكا ده 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 لا يوصي ده براكتكا ده براكتكا ده حميدة الآلاك اللي عندك بلس الوصول انت وصحت بيه بالإحترامية ده الآلاك المتذكر الموقف مقر علينا وليه يدعبكم ومسلم وصلاة عليكم ملايكم طول ما نزل الزوائلة ما سكى الراجل الأنوبي له وموالوا عليهم يعني ما وفي صور الوصول وهم يتمنى فبعا كانت وصيّعنا بلاد فيه نو ريه هؤلاء الناس بيثقوا في الغطف ولا يتمنى فالده يدعب عن الزوائلة بس آآ هو التواضع والقبول عند البلس فنوضع فنوضع بالقبول عند كده من حد دين ونصف المسواها النعمة فجراء متقوعة متذكاة متخابرة مسئولية شخصية بكل الجنة مسئولية شخصية القبول مسئولية شخصية البركة مسئولية شخصية البركة جنة من جنة الله كذلك الغباء حيث بالإنسان ذا عاد كده كل المكانات عزله لكن الحتة دجوة دي مش نطيف ربنا يارضخ بالغباء يارضخنا يا مرغباء يقول كلام فضلا فالحتة التواضعي بتيجي من ايه محبة للعمل ويمانة جميلة بسرعة نقطة هيا لانسيتها الصناعة كما يوزلنا من المؤسسة دي اللي هدفنا يا بنات وشباب ان احنا نحاول العمل الامسالي والمجتمعي من عفوي لصناعة الدصة الدصة معناها مش مصنع الدصة معناها مش مهنة الدصة معناها هو شيء بيدخل في كافة مناحة حياة المجتمع بمكوناتها انتو بالقوة الناعمة الاقوى باي مجتمع في العالم الذي تستطيعون ان تدخله الى ماكت لا ياخد شهر الاقتصاديين ولا العسكريين ولا السياسيين ولا الامنيين ولا رجال الاعمال شوف انتو اللي حيحط دين كتاب يعني كا قيمة اعلى قيمة عنده انه يحول العمل الفردة الى صناعة مجتمعية سيستطيع ان يمشي من خول خطوات دي كلها بالمهدية والكلافية والمؤسلية بالباسس ان يريد ان العمل الانسان فيها ويكون صناعة مجتمعية كلمة صناعة مجتمعية عاية بس كلمة صناعة مجتمعية مش مصنع ومش ورشة عبد دي منظومة فلسفية ثقافية تجعل كل داخل مجتمع مشارك في صناعة مجتمع مبني على القيم والاحلاقيات الانسانية مجتمعية فيها ثقافية اللعنة لية مجتمعية فلسفية الثقافة الحرفية هو أن الشخص يكون جمالي وفي سلام مع نفسه وما يعمله ومع المجتمعه والمؤسسة التي يعمل بها وهكذا في نوم الهرب السؤالي هو أي علاقة الحرفية من الشخص نفسه في هدايا والعمل مع ثقافة المؤسسة التي يعملها الثقافة بيكونها فكر المؤسسة أو فكر المؤسسين أو فكر الإدارة العالية وكذلك بيكونها ثقافة العاملين بينه لأن الثقافة مسيرة مش وراء من البطاء كده من القرص نعم كده وكده قال لا الثقافة دي أصعب شيء بتحول بأداء المؤسسة الثقافة المجتمعية فهو يحسن في تدافع يعني مثلا في ناس بيكون مثلا مثلا هنا أبو عطار له ثقافة الانفتاح أنا بس عشان معي ثقافة الانفتاح فالتدافع ده لابد أن يطلع المؤسسة لثقافة تنفح تنتق الانفتاح يتحذر في فرق الزحمة على المساعين كده في انغرار تنعض مع بعض وانا نتفاهم تخافة دوبنا ازيلا بنعض نتفاهم احنا مشكلتنا واحد ببعض سؤالنا اثار الانتحاد جاد احنا مش عارفين نعض نتفاهم مع بعض احنا مش عارفين نعض نتعاوم مع بعض احنا مش عارفين نعض نبني كتل مؤسسات كتل بمعنى ايه اللي هي المنتليات او الانتلافات او الانتحادات احنا نحب اللهم بتاعهم هو الاول هو الاخير هو الظاهر هو الباطن ها شفت بقى لابتكالي بذكرم اللي يجي يوقع الفت كده ويخد اللي ايه الناس لا تقعد في المكان معين كده هو بستغرض وانه هتحارف بحرق الدين وانده ردحت الشعر يا فتادي ببناء ليه انا اللي عملك دي من الصفاة الاول عشان نتفاهم اول عشان نتكلم ان احنا مش بنتكلم عن جامعية مش بنتكلم عن مزانية احنا نتكلم عن المجتمع انا وانت والحزب ده والجمعية دي والجماعة دي ما انت من نخذ من المجتمع وناسنا المجتمع مش كده ما بتاع ازداد اموالنا وازداد مريدينا وكذا نعتقد اننا نحن المجتمع ابدا مجتمع في كل بكون مجتمع تعرفه او لا تعرفه من حق هؤلاء الناس بكون امرائي في بناء المجتمع في الدفاع عن الوطن في حب الوطن في التعبير عن الاه احنا مش عاكين لي من الثقافة دي فلا كنت في مناء هذه الثقافة بنحسد فيها ان نتدرك احنا بازلنا نعاني بس في الدول العربية في الغرب ان هما الشباب تتراق في الغرب انه وربعين سنة عندهم وربين وخمسة سنة مش عايزين يعود مع بعض يهدمن حتى دي وانه خمستاشر سنة بجميع الجمعات لسه بتقول لهم ده بدعموها عشان تستمر وتبقي ايه الجسور دي بينها وبين الجمعات انها حتى المسلمة مع بعض وفي تحديات نفسية تحديات فكرية تحديات عقيدية تحديات ثقافية تحديات آآ مذهبية اهوه اهوه طبعا مولا اول هو كل هاي اشياء دي بدنا تغادم عنها يعني مسلا هنطيب مسا كده بسيا عملي عملنا مقتمر من ساعتين واحنا تعملنا كمنتدى انسان لمنى وكذا وكذا الشعار بتاعنا كان كان التحدي الكبير يتحطي فينا. اتفقنا ان الشعار يكون زي كل جمعية من الجمعية. انا تميز فينا. المرة واحدة. السكرتير اللي هو كان مدير ترفيزتها ع جمعيتنا. قلناه لما تيجي ترسل الناس تبقرش اسم الجمعية. تبقل اسم مؤتمر. انت سكرتير مؤتمر. وليس سكرتير الجمعية. لكي لو تستعنى ان احنا يعني العرب المصري بيلك المصري بيلك جد. انا قلع ونزع. قلع ونزع ما عنديش فنوز بس ايه الخارج فسح. بنين. قريد يعني. قلع تبقى الفارج عديد. عامات مؤسسات زيوكس فهان وصدة شد وقاطر الخارية والمصدقات دي. عندهم بقيت ملايين من الارد. فيعني هتحطش عرك فيه ولا هتعمل ايه خدليه. عشان الناس ما تحسش ان انت جيد تستخدم لهم. فلما انت توضعت في هذا ازمع في المؤتمر تاني بعد ساعة دي انا ازمع فيه ايمان اكبر. مؤسسات اخنان شايفين. بحيكة للشعار دي. بحيكة الانا بقيت التربية النفسية دي اللي ما فرضى دور الام. شايفيني يا اخوات انتم دورك ده ان انت اتيني النقطة السودة. ها? شو نده? علي يعني لعكس انا احب الاختلاف. بس ما 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 مش تقينيش. ولكن زلك الامر تنفج وتعندهم وهم وقيدة مرحب. الله ساكمع كتا. 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 ومعني لش مشكلة لهم. دعنا لا يا ساحنا الا انو نشكر الدكتور اني ببنى على هذه المحاضرة الله ساكمع كتا. الله ساكمع كتا. الله ساكمع كتا. اه شهادة الشقة. ربعه. اه اه اكل اه كليلا. له. دعني انا هنزل دويش هنزل دويش. اه. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة